السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرين البنات لبس لكم. تنتمنى انكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. وباشركم بروكة. ان شاء الله تعيدوا وتعودوا. وتنتمنى انكم تكونوا دوستوا العيد في احسن احوال وقضية بها. اليوم عندي لكم هاد الموضيل جديد وانيق جدا وسهل تفل خدمة دياله يعني ضغياته يطلع. وتنتمنى ان عونال اعجب ديالكم. والعجبكم دائما ما تنساوش لايك للفيديو. لان انا لعملتوا لايك للفيديو يعني ما تخسروا له. اه غادي نتعملوا لايك باش يشوفوا يعني المتتبعين. ويوصل اكبر نسبة من المتتبعين ويستبدل جميع ان شاء الله. وتنتمنى انه هنا الاعجاب ديالكم. وغادي نخلكم دابة مع الفيديو فرجة ممتعة. غادي نبدو بسم الله على بركة الله اول حاجة غادي نحتاج اننا نعمل الحبكة اللي هي عبارة دائما على غرزة حشو وسلسلة. غرزة حشو وسلسلة حتى نكملوا آآ السطر باكمله. غادي نحتاجوا الكروشية رقم اثنى عشر. آآ بالنسبة للعقية غادي ندخله في الحرير غير بالابرة. تكون رقيقة ديال العقية. وبالنسبة اللي يطلبوني اننا نعمل لهم الطريقة كيف يدخلوا. غادي نوريه لكم في النهاية الفيديو. يعني نكمل الفيديو حتى النهاية. ان شاء الله غادي نتجوه في النهاية الفيديو. غادي نبدو بسم الله على بركة الله. اول حاجة غادي نخدمه ثلاث سلاسل. ثم غادي نقلب العمل ديالنا. غادي نجاوزوا الغرزة الاولى في الغرزة الثانية غادي نخدمه غرزة حشو. من بعد آآ كما تتلاحضوا اخواتي غادي نعملوا بحل دائرة صغيرة. من بعد غادي اغتفعوا بثلاث سلاسل. ثم آآ في هذيك الدائرة الصغيرة اللي كونا غادي نخدمه آآ اربع عمدة بالعقيق. كما تتلاحضوا اخواتي يعني تنخدمه آآ عمود عادي. وفاش يبقى ليندوك جوج آآ آآ دوكل الحلقتين تنجيبوها العقيق وتنسدو عليها من الفوق باغرزة حشو. تنستمرو اخواتي حتى غلين نكملو اربع عمدة آآ بالعقيق. ونعود نذكركم انه آآ تنتمن انكم تكملوا الفيديو في النهاية يعني لابتوا نشوف جميع التفاصيل لهذا الخدمة. اراها سهلة وضغية تطلع يعني في واحد الوقت واجيز. وتل شكل ديالها آآ زوين. يعني غادي نشوفوا اللي ديطاي كاملين. من بعد ما كملنا هاده اربع عمدة. غادي نجاوز الغرزة الاولى الثانية. في الغرزة الثالثة غادي نخدمو غرزة حشو يعني هاده هو انطرس المائل. تنكونوا هاده الضريس اللي هو انطرس المائل. من بعد ترتفع بثلاث سلاسل. وتنتجاوزوا الغرزة الاولى. في الغرزة الثانية. غادي نخدمو غرزة حشو. يعني بنفس الطريقة تنكونوا يعني واحدة دائرة صغيرة اللي تنعودو نخدمو فوق منها. غادي نخدمو ثلاث سلاث 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 سلاث. ثم غادي نرجعو لهديك الدائرة اللي كنا خدمنا فيها. غادي نخدمو أربع عمدة بنفس الطريقة. أربع عمدة بالعقيق. دائما. كيف ما تتلاحظو يعني تجيبوا احد عقيقا. وتنسد على من الفوق. بغرزة حشو. وتن انستمنو السامر روح تقدم كمله أربع عميدة بالعقيق كما تتلاحظوا أخواتي من بعد ما كملنا هادوك أربع عميدة بالعقيق غدين نتجاوزوا دائما الغرزة الأولى الثانية في الغرزة الثالثة غدين نخدموا غرزة حشو تستمروا أخواتي يعني بنفس الطريقة غدين نغتفعوا بثلاث سلاسين ثم غدين نجاوزوا الغرزة الأولى في الغرزة الثانية غدين نخدموا غرزة حشو بش نكونوا دائرة صغيرة ثم ترتفعوا بثلاث سلاسين وغدين نخدموا في النفس الدائرة غدين نخدموا أربع عميدة بالعقيق هكذا غدين نكونوا ثلاثة ديال الضريسات مائلين كيفما تطلعوا أخواتي ثم غدين نقلبوا العمل ديالنا في هاد المرحلة غدين يعني نجوز الاختيارات أنا تنفضل أنني نخدم منزليقة يعني تتجي الخدمة فيها عفوا متقونا عكس إلا خدمنا السلاسين ولكم الاختيار يعني إلا خدمت منزليقة تتجي متقونا وتتخدموا أربع سلاسين وتتجي الرأس ديال الدرس المائل وتتخدموا غرزة حشو ولكن تنفضل أن المنزليقة تتجي أحسن وتتجي متقونا يعني تتجي الخدمة لاسقة في بعضياتها من بعد غدين نرتفعوا بست سلاسل يعني منه تنوصلوا للرأس ديال الدرس المائل غدين نخدموا ست سلاسل ثم غدين نجيو للدرس المائل الثاني وغدين نخدموا غرزة حشو يعني في الرأس دياله غدين نخدموا غرزة حشو بالنسبة لهات ست سلاسل اللي تتكون خدمتها يعني متلوقة ممكن تخدمها غير 5 ديال السلاسل واللي عندها الخدمة شوية متقونا يعني متى تكرز الخدمة أس خدمت ست ديال السلاسل أنا خدمت ست ديال السلاسل غدين نجيو بنفس الطريقة غدين نجيو للرأس ديال الدرس المائل الثالث وغدين نخدموا غرزة حشو يعني باش تنتبتوا العمل ديالنا هكذا تنحصلوا على هاد النتيجة من بعد تنقلبوا العمل ديالنا وفي نفس الغرزة غدين نخدموا غرزة حشو باش غدين نكونوا هديك الدائرة الصغيرة اللي غدين نعودوا نخدموا فوق منا من بعد ما أخدمنا غرزة حشو غدين نرتفعوا بثلاث سلاسل ثم غدين نرجعوا لنفس الدائرة اللي كنا أخدمنا وغدين نخدموا فيها يعني في الوسط ديالها أرباء عميدة بلفة واحدة دائما بالعقيق باش غدين نكونوا يعني درس مائل بنفس الطريقة باش خدمنا السطر الأول يعني يرى نفس الخدمة يعني ديال السطر الأول ولكن تيبقى الاختلاف غير في يعني كيفاش غدين نكونوا ذاك العرب أما الخدمة راتتتبقى نفس الخدمة يعني نفس نفس الغور نفس التقنية غيرتتتبقى الاختلاف في التكوين ديال الهارم هو اللي غدين يعني غدين يكون في الاختلاف هكذا غدين نخدموا أربعة عميدة بلفة واحدة بالعقيق دائما من بعد ما خدمنا أربعة عميدة غادي نجيو الرأس ديال الدرس المائي الثاني وغادي نخدموا غرزة حشو باش غادي نتبتوا هاداك الدرس المائي كيف ما ستلاحطوا أخواتي تنتمنى أن الفكرة تكون وصلات دابا غادي نغتفعوا بثلاث سلاسل وغادي نرجعوا نفس الغورزة وغادي نخدموا فيها غرزة حشو باش غادي نكونوا هاداك الدائرة الصغيرة لغادي نخدموا فيها درس مائي وغادي نخدموا في الوسط ديالها أربع عميدة بلفة واحدة بالعقيق دائما باش غادي نكونوا درس مائي تنتمنى إلي عجبكم الفيديو وعجبتكم الخدمة أنكم تعملوا لايك الفيديو وضروري اللي عندو شي تعليق أو الاستفسار ممكن أن يحطريها في التعليقات هكذا من بعد ما كمنا أربع عميدة غادي نجيوا الرأس يعني الدرس المائي التالي وغادي نخدموا غرزة حشو هكذا نكونوا خدمنا السطر الثاني بنفس الطريقة باش خدمنا يعني في السطر الثاني غادي نخدموا السطر الثالث يعني غادي نقلبوا العمل ديالنا وغادي نبدأوا نخدموا في منزليقة كما قلت لكم بأنه لكم نختيار ممكن تخدموا منزليقة يعني تنفضلها إيا لأنها تجيه متقونا أو لا تتخدموا ثلاث أو لا أربع سلاسي تتخدموا غرزة حشو فالرأس ديال الدرس المائي هكذا من بعد ما كملنا المنزليقات يعني تتنوصلوا الرأس ديال الدرس ثم غادي نخدموا بنص الطريقة غادي نخدموا ست سلاسي وبالنسبة لي عند الخدمة شوية مرخوفة غادي نخدموا خمس سلاسي غادي نجيه الدرس المائي الموالي وغادي نخدموا غرزة حشو يعني في الرأس دياله هكذا نخدموا غرزة حشو ثم كما تلاحظوا أخواتي هكذا نرتافعوا بتالات سلاسي غادي نقلبوا العمل ديالنا ثم غادي نجيه نفس الغرزة وغادي نخدموا غرزة حشو باش نكونوا هذيك الدائرة الصغيرة اللي غادي نخدموا فيها الدرس المائي ترتافعوا بتالات سلاسي وترجعوا للدائرة وغادي نخدموا عليها أربعة ديال الأعميدة بالعقق ترجمة نانسي قنقر 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 سوف نضع الرأس المائي الثاني ونضع غرزة حشو لتبتو الطريس هكذا تنحصلوا على هاد الهارم كيف تلاحظوا أخواتي لتغيير هذا المائي الثاني دائما سواء غدي نتخدمه منزلقة يعني منزلقة تبقى كل غرزة غدي تخدم فيها منزلقة او لا غدي نتخدمه واحد ثلاثة ولا اربعة السلاسين وتجيو لنصف ديالها بالمسافة وتخدمو غرزة حجو والموم يعني تتفرقوها بتتخدمو سلاسين وتتخدمو غرزة حجو وتتتغبطو القاعدة انا تنفضل منزلقة بش تجين الخدمة متقونا تستمرو يعني في كل غرزة غدي نخدم منزلقة حتى غدي ننهبط القاعدة ديال العمل ديالنا ولكم الاختيار تعني انكم يعني سواء ممكن انكم تكملوا حتى القاعدة وغدي نخدمو غير غرز حجو او لا تنجيو لهاد تنخلي واحد غرزتين وتنخدمو اعمدة بالعقيق في في القاعدة ديال العمل ديالنا او لا تنخدمو غرز حجو كيف ما غدي نخدم انا غدي نخدم غير غرز حجو بالعقيق يعني بعد ما كملنا منزلقة تنحصلو على هاد النتيجة زبا غدي نخدمو منزلقة في القاعدة ثم غدي نخدم غرزة حجو بالعقيق انا غدي نخدم ثلاث غرز حجو يعني كل غرزة بغرزة حجو بالعقيق حتى غدي نكمل ثلاثة ديال غرز حجو ممكن انكم ما تخدموهمش يعني تجيو مباشرة وتبدو تخدمو هارم اخر تهدا تيجي زوين الشكل ديال تيجي احسن قاع من هذا اللي خدمت بغيتو تخدموهم بهالطريقة اللي خدمت انا يعني انكم اختيار ممكن تخدمو غرزة حجو واحدة او لا اثنان او لا انا خدمت ثلاثة وممكن انكم تخدمو غير غرزة حجو واحدة ومباشرة تخدمو هاد النهارم هكذا بعد ما كملت انا اخدم تلاثة ديال غرز حجو بالعقيق غدي نبدو ديال هارم التاني غدي نرتافع بثلاث سلاسين ثم غدي نتجاوز غرزة الاولى وغدي نخدم في الغرزة التانية اخدم غرزة حجو ترتافع بثلاث سلاسين ثم تنجيل هذيك الدائرة الصغيرة اللي خدمت وغدي نبدو نخدم فيها الضرس مائل يعني يتي تكون من الاربعة ديال الاعميدة بالعقيق صوفو تنستمر بنفس الطريقة باش خدمت هاد الهارم الاول غدي نخدم الهارم التاني والثالث وهكذا حتى نكمل العمل التالي وتنتمنى انه اينا الاعجاب ديالكم انه صارحه سهل في الخدمة دياله وضغياته يطلع خدمة طلعه هذا هو الشكل النهائي وتنتمنى انه اينا الاعجاب ديالكم ونعجبكم دائما ما تنسوش لايك للفيديو والبرتاج اللي اجازيكم بخير باش كل شي يستفدوا كل شي يتعلم يعني الهدف ديال انه نعلموا انه القناة هي قناة تعليمية وبالنسبة الاخوات اللي طلبوني طلبوا لي ان اني نوريهم كيفاش غدي يدخلوا العقيق في الحرير غدي نوريهم تاب غدي نبدو اسمي لا غدي نحتاجوا الابرة ديال العقيق تسكو الرقيقة كيف ما ستلاحظوا تندخلو عادي في الحرير بحال غدي ندخلو غير الخيط غدي ندخلو الحرير تماما ثم تنبدو ندخلو في العقيق بهذه الطريقة يعني تنبدو ندخلو بالحبة بالحبة حتى غدي ندخلو واحد الكمية وممكن ان ندخلوها هكذا باليدين يعني غدي ننزو واحد الكمية ثم تنبدو ندخلو العقيق في هاد الابرة من بعد سابتا نسحبوها بهذه الطريقة يعني ايش حاجة هي سهلة سابتا ندخلو العقيق للحرير ديالنا وتنخدموه يعني عادي تنخدموه مباشرة بالحرير يعني بطريقة اللي انتم ما ابغيتو وتنتمنى ان الكل يكون استفد و الى عمل مقبل